دعا قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر إلى تكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة مدنياً تكون مهامه تكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة وتسليم السلطة للبرلمان المنتخب يأتي ذلك في مقار رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح أعلن اللواء الليبي خليفة حفتر إمكانية ترشحي لمنصب الرئيس مشترطاً أن يكون ذلك تنفيذاً لرغبة الجماهير وأكد أنه بدأ الثورة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى الشعب الليبي وتنظيف البلاد من التكفريين والمتشددين الذين عاثوا فساداً في البلاد على حد تعبيره وأشاد حفتر في هذا السياق بموقف المشير السيسي من ثورة الثلاثين من يونيو واصفاً إياه بالصحيح وأكد حفتر أن ما يحدث في ليبيا يعد حرباً على الإرهاب مشدداً على أن بلاده ستسلم مصر قيادات الإخوان الهاربة إلى ليبيا وأنها ستتعاون معها أمنياً لمحاربة المتطرفين الموجودين في البلدين معضحان أن من حق بلاده بناء جيش قوي يكون داعماً وظهيراً قوي لجيش مصر ولفت حفتر إلى أن القوات التي انضمت إليه حتى الآن قاربات السبعين ألف جندي وسلاح الجو والبحرية وسلاح الدفاع الجوي والقوات البرية وأشار حفتر إلى أنه يجري ترتيب الأمور لأعادة تنظيم الجيش بأسلحة حديثة وأكد حفتر سعيه للمصالح الوطنية مشدداً على ضرورة محاكمة كل مخالف للقانون خلال ثورة السابع عشر من فبراير وصرح حفتر أن المؤتمر الوطني الليبي أخفق في تنفيذ مهامه وأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب نتيجة هذا الإخفاق من جانبي قال رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد معيتيق إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح ودعم عيتيق إلى إجراء مفاوضات وقال إنه مستعد لبدء حوار مع جميع الأطراف وكان حفتر قد دع الحكومة إلى تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء في البلاد متحدياً ترابلوس من جهته أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض أي محاولات أو إجراءات من شأنها تقسيم ليبيا مشددة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ودعا إلى إقناع الفرقاء والفصائل هناك بتحكيم العقل وإنهاء الانقسام الحالي